اشتركوا في القناة نعم أجمل إذا عشنا لحظات لحظات ماذا؟ لحظات قرار لنحقق معنى عظيم هو معنى المراقبة خنشوف يا جماعة ما هو قرار المراقبة يوم مع قرار جديد المراقبة شين المراقبة؟ أن تعلم بأن الله يراك ويسمع سرك ونجواك إذا خلوت بمعصية والنفس والشيطان دعوك لأن تبارز الله عز وجل بهذا الدم قل لها يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني بأن الله عز وجل يعلم كل صغيرة وكبيرة وكرر قول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم شيخ علي هذه الآية التي قرأتها العلماء يسمونها آية العلم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد بدأها بالعلم وانتهى سبحانه وتعالى هذه الآية بالعلم ألم تر أن الله يعلم إن الله بكل شيء عليم طيب الآن الإنسان تصار نفسه بين الخير والشر وهو يريد أن يحقق معنى المراقبة بشكل صحيح لا بد أن يتذكر دائما وأبدا بإطلاع الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية يرى دبيبا نملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الضلعة ما هي العوامة التي تساعدنا أننا فعلا نحقق هذه القيمة؟ فضل التأمل أولا في أسماء الله عز وجل وبالذات اسم الله عز وجل للعليم السميع البصير الرقيب يتأمل بأسماء الله الحسنى ويتفكر فيها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مراقبا لله دائما مستحضر لنظر الله عز وجل والطلاع الله عز وجل عليه ابن عمر رضي الله عنه أرضاه نزل من سفح جبل إلى وادي فرأى راعي غنم فقال له بيعنا واحدة من هذه الغنم فقال له هذا الراعي إنني لست أملكها فأراد ابن عمر أن يختبر إيمان هذا الراعي فقال له بيعنا واحدة من هذه الغنم وقل لصاحبها أكلها الذب فقال هذا الراعي أنقلت لصاحبها أكلها الذب فماذا أقول لله تذكر هذا الراعي الإنسان البسيط اطلاع الله عز وجل من اليوم الثاني ابن عمر ذهب إلى سيد هذا الراعي واشترى واشترى هذه الغنم وأهداها لهذا الراعي وقال له أنت حر لوجه الله كلمة أعتقدك في الدنيا أسأل الله أن يعتقك بها يوم القيامة أبو حسين هذا الراعي استشعر قول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين هل الإنسان الآن إذا مثلا زاد من طاعات الخلوات؟ خلوات نعم إذا زاد من طاعات الخلوات هذا دليل على أنه مراقب لله عز وجل وإذا جعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه في خلواته هذا قد استخفى بنظر الله عز وجل يعني أنا أقصد شيخ ابو تميم هل هذه القضايا تعين على الثبات في تحقيق هذا المقصود؟ تعينه على الثبات على دين الله أولا والتزيد في قلبه مراقبة الله لأنه عبد الله عز وجل في مكان لا يراه إلا الله بعدين الآن حتى الصائم سبحان الله الآن سبحان الله عموم الناس الصائمة نادر أحد يقول للناس أنا صايم السيام رمضان سيام رمضان يحقق مفهوم المراقبة استطيع أن يأكل استطيع أن يشرب يدي الشتر لاجم أحد يشوفه صحيح الشيء الذي يمنعه مراقب لله يعلم بأن الله عز وجل يراه وهو ما ترك الطعام والشراب إلا قرب من الله سبحانه وتعالى يا أبو حسين لقمان عليه السلام لمن أراد أن يربي ابنه على المراقبة قال يا أبني إنها إن تكون ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لو كل واحد استشعر بأن كل نظر للحرام ينظرها وكل أغنية أو كل محرم يفعله يأتي به الله عز وجل لتوقف عن معصية الله ربما كثير من الناس ولعلنا نحن كذلك نقع في تلك الأشياء التي نعصي بها الله عز وجل وكل ذاك الرجل الذي يخطئ نغلق الأبواب والنوافذ ثم بعد ذلك نعصي الله عز وجل ونبارزه والله نخشى أن يقع فينا قوله سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا تدريش عقوبة من لا يراقب الله ومن يجعل الله أهول الناظرين إليه أن الله يوم القيامة يجعل أعماله هباء من ثورة الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فقال النبي سلم يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعله الله هباء من ثورة يعني يحبط العمل يحبط فالصحابة رضوان الله عنهم خافوا قال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أعطينا مواصفاته لعلنا ألا نكون منهم قال أما أنهم من بني جلدتكم يعني مثلكم ويأخذون من الليل كما تأخذون يعني يقومون الليل نعم ويصومون من النهار كما تصومون إلا أنهم أقوام إذا أخلوا بمحارم الله انتهكوها إذا كان الوحده ما راقب الله ولا عظم الله وجعل الله أخوان الناظرين إليه واقترف الذنوب والمعاصر الانتهاك هذا لحرومات الله عز وجل المقصود فيه في هذا الحديث هو المقصود اللي هو الديمومة أنه دائما ولا اللي إنسان مثلا وقع ثم انتبه ثم رجع المقصود أنه يستخف بنظر الله ليجعل الله وننظرين إليه ودائما إذا خل بمحارم الله عز وجل تجر على الله وعصاه ولا يبالي بالطلاع الله ونظر الله عز وجل إليه فعقوبته أن يجعل الله أعماله هباء منثورا يوم القيامة إن لم يتب ويرجع إلى الله في هذه الحياة الدنيا سبحان الله الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وأخفى جل وعلا فمع الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا اختلى بالله جل وعلا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه سبحان الله ترى الطاعة في الخلوات مثبتات والمعصية في الخلوات منكسات نسأل الله إذن فرصة عزيز المشاهد أن نتخذ قرارا لنحقق هذا المعنى وهذا الموضوع في ظل هذه الأجواء الإيمانية نسأل الله عز وجل لنعننا وإياكم لتكون حياتنا مع الله أجمل اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلم ذاقا كدمعا يريف الجنان نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلم ذاقا كدمعا يريف الجنان حياتي مع الله أجمل حياتي مع محيا وقلبي لي تبتل صياما دعاء صلاة اشتركوا في القناة